تتفاقم الوضعية الوبائية منذرة العالمة بموجة جديدة من تفشي وباء كورونا لتحيي من جديد كابوساً اقتصادياً للكثير من بلدان العالم مع توجه بعض الحكومات لدراسة إمكانية العودة لسيناريو الإغلاق الشامل. خيار يبقى رهينة تحقيق التوازن بين كبح تفشي الفيروس دون الإضرار بالاقتصاد المتضرر أصلاً بفعل عامين من الشلل، وهنا تقف الكثير من الدول على حافة المغامرة بضمان استمرار النشاط الاقتصادي والخدمات مهما كلفها الثمن على الصعيد الوبائية. من سنغافورة للولايات المتحدة الأمريكية مروراً بالشرق الأوسط وأوروبا، تتعدد حدة عودة الفيروس وتختلف استراتيجيات المواجهة، لكنها تتقاطع عند ضرورة صيانة العجلة الاقتصادية دون الذهاب نحو الإغلاق الكلية. في وقت فضلت دول أوروبية كثيرة، اللجوء نحو فرض الحجر الصحي على غير الملاقحين عادت أخرى احتمال العودة لتطبيق نظام عملي عن بعد. وبين الاحتمالين تتجه ألمانيا لتبني استراتيجية المواجهة السريعة للحد من تفشي الفيروس دون وقف الحركية التجارية والصناعية في أكبر اقتصاديات أوروبا. نحن بحاجة إلى مزيد من اختبارات الكشف عن الفيروس والمزيد من اللقاحات، وعلينا تتبع حالات العدوى، لا يجب أن نسعى إلى الإغلاق. تحت شعار الاقتصاد أولا، الإغلاق لن يكون ملاذ الحكومات في مجبهة الفيروس الداهم في مستهل موسم الشتاء، فالتجربة عبر عامين من الجائحة علمت الدول والشعوب أن تكلفة شل الاقتصاد أحمق بكثير من تبعات الفيروس.